القاعدة لم تكن استثناء من هذه القاعدة القاعدة ظهرت فيها حالات أولو وحالة تكفير حتى ومعظم هذه الحالات عُلجت عن طريق الحوار الحوار كان يتم عن طريق قيادة التنظيم وعن طريق اللجنة الشرعية فيه وعن طريق بعض الشخصيات النافذة فيه كثير من الحالات حُسمت عن طريق الحوار فرجع أصحابها إلى ما عليه التنظيم بعضها استعصت على هذا الحل فكان الحل هو فصلها أو انفصالها من التنظيم بعض الحالات بقيت داخل التنظيم ولكن محاصرة في نطاق ضيق هذا كان إلى أن تركت التنظيم بعد أن تركته ظهرت في حالات غلو شديدة جدا ولكن التنظيم في المرحلة اللاحقة مرحلة ما بعد ظهور تنظيم الدولة وإعلانه لخلافته وظهور الشطط والغلو والفكر الشديد عندها حاول أن يراجع بعض الأمور التي سبق وأن ظهر فيها نوع غلو عنده فأراد أن يقدم نفسه يعني كبديل جهادي معتدل مقبول يعني في مقابل تنظيم الدولة يعني لأن تنظيم الدولة حقيقة أثر على تنظيم القاعدة فاجتذب كثيرا من عناصره تنظيم القاعدة حاول أن يقدم نفسه كبديل جهادي معتدل لا يكفر إلا بضوابط لا يستهدف المدنيين لا يعني يقتل قتل عشوائيا كما يقول يعني فيحاول أن يقدم نفسه يعني في هذه الصورة نعم لكن لما كنت فيه حقيقة تمت معالجة معظم الأمور عن طريق الحوار وكان هذا منهج الشيخ وسامر رحمة الله عليه ومع أن الحالات التي كانت لاهرة لا تقارن بحال من الأحوال مع حالات الغلوب الموجودة الآن في تنظيم الدولة تنظيم الدولة يعني وصل حدا من الغلوب يعني فاق فيه كل أحد أولا الخلاف بين تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة هو خلاف حقيقة عميق يعني وخلاف فكري ومنهجي وخلاف تنظيمي أيضا وبالتالي لا غرابة أن أي واحد من الطرفين يعني يستغلوا أي مشكلة يتعرض لها الطرف الآخر فينشرها يعني ويعني يتيح الفرصة لانتشارها وإن كان هذا يعني ليس سلوكا صحيحا يعني ولا ينبغي في مثال الحوال ولكن هذا واقع تنظيم القاعدة حاول أن يقدم نفسه كما ذكرت سابقا كجماعة جهادية معتدلة بعد ظهور تنظيم الدولة وإذلك راجع بعض أخطائه صدرت توجيهات سلسلة توجيهات من قيادات التنظيم تعالج بعض مكامل الغلوب التي كانت موجودة عند التنظيم استطاع أن يكسب بعض المشايخ التي كانوا محسوبين على الساحة الجهادية بصورة عامة لا شك أن مساهمة دخول القاعدة على خط الخلاف الداخلي بين أقطاب تنظيم الدولة سوف يكون له أثر لكن أظن أن أثره سوف يكون محدودا بحكم المعرفة السابقة من جميع المراقبين والمتابعين بالخلاف الموجود بين الاثنين وبالتالي يكون ما يقوله بعضهم ضد بعض ومن كلام الأقران وكلام الخصوم والذي يطوى ولا يرب وهذه الظواهر يرضى على اتهام تاشى بالتكفير الظواهر من فترة لم يظهر حقيقة لا ندري السبب ولكن دكتور إيمان الظواهر له ردود سابقة على منهج تنظيم الدولة وعلى أخطائه من مجال التكفير ولأتباعه أيضا مواقف مشابهة أنا الذي أظنه أنه لو أتيحت له فرصة للظهور لا ظهر ولا حاول أن يظهر أن ما يحصل الآن هو مصداق لما كان يذكره من قبل ولكن هل سيظهر أم لا نحن لا ندري حقيقة لأن الظروف المحيطة به لا نعلم عنها أي شيء